اقول ان التكنولوجيا دي ما كانتش متاحة لكتير جدا في عصرنا اللي احنا تعلمنا فيه وانا واحد من الناس كنت اتمنى ان كانت التكنولوجيا دي تبقى متاحة انا مش عايز اتكلم كتير لكن وانا بحضر الرسالة بتاعتي انا سافرت من هيوستن لنيويورك صرفت فيها الافة دولارات عشان اطلع على مخطوطة في جامعة كلومبيا النهاردة وانا قاعد في الصالون بتاعي اقدر اشوف مكتبات العالم كلها صحيح في حاجة اروع من كده فالتكنولوجيا النهاردة بتجيب كل ما تحتاجه من معلومات لغاية مكانك وعلى ترفصها وضعك تجتمع مع كل الناس في العالم في رفس الله وتقدر تشوفهم وتقدر تتواصل معهم وتقدر تعمل اجتماعات فيرشول وتقدر تتعلم مهارات وتتعلم اشياء فمن اللي يقول ان احنا ما نجريش ورا التكنولوجيا فلازم نوظفها فتوظيف التكنولوجيا النهاردة is enabler يعني ممكن ومساعد ومعاون لاختصار الزمن واختصار المسافات واختصار القدرات بتديك قدرات غير موجودة عندك زي البيونيك من والبيونيك ومن لو بتشوف الافلام دي قدرات اضافية كتير بتوضف للعقل البشري وللانسان بساعات يقدر يشوف حاجات هو ما يقدرش يشوفها السريد دي النمازج انك تقدر النهاردة تعمل رحلة جوه جسم الانسان وكأنك انت عايم وشايف الاوعاية الدموية قدامك والخلايا بتتحرك كل دي تقنيات ادت للطلبة اوقات يعني وانا طالب في اعدادي كنت بحاول اتصور قصة الالة الاحتراق الداخلي ولما يقول ان المكبس بيعمل مشوار اول ومشوار ثاني ثم ومشوار ثاني المشوار ده فين المكبس ده من جوه شكله ايه فقعد ساعات وساعات عشان اتصورها النهاردة في ثانية واحدة قدامك خلاص خلص الحدودة فما فيش جدال في ان التكنولوجيا شيء رائع جدا ونعمة من الله ان ربنا اجبها لنا فلابد من الاستفادة منه فدي هذا المشروع هو بداية التمكين من استخدام التكنولوجيا لخدمة عملية التعلم ولخدمة ضمان ان المخرجات التعليمية نحصل عليها اللي احنا عايزين نعلمها لولادنا كيف يطبق؟ المهارات اللي حضاك تفضل كيف يطبق؟ هنا الناس عندها ما خوفتها تقول ايه طبعا طب لو الانترنت اتقطع طب لو فيه قرية ما فيهاش انترنت فيه ناس ما تعملتش مع الاجهزة بيه فيه ناس ما تعملتش مع الاجهزة فما هياش معضلة ولا هي كبيرة الحاجة التانية فيه كثير من البرامج التعليمية بتحمل ويستطيع الطالب يشتغل عليها اوفلاين مش محتاج انترنت عشان يشتغل حتى الاختبارات اللي الناس خايفة قوي وتقولك الامتحان وزايحة اونلاين وفيه مش عارف ده فرص متكفأة بنيديها للطلبة واكثر من فرصة وعلى سبيل المسال خلينا ناخد رخصة القيادة في اي بلد متقدم زي الولادة المتحدة الامريكية هي رخصة القيادة لما بيروح المواطن عشان يامتحان ما بيبقاش اونلاين هي موجودة على الجهاز محملة على الجهاز لكن ما يقدرش ان واحد يغششك وما تقدرش انك تبص اللي جنبك لان اللي جنبك عنده اسئلة غيرك واللي جنب اللي جنبك عنده اسئلة غيرك فالنهار ده الاناليتكس بتاعت التكنولوجيا تستطيع انها تخلق ملايين الاسئلة المختلفة عن بعضها التي لها ايجابتها تديك نفس النتيجة انك انت هو بيعايز يقس قدرتك على الفهم وقدرتك على التحصيل وقدرتك على ال بنسميك اونا بنسمي الوزن النسب للسؤال الوزن النسب للسؤال بالحضرتك فالتكنولوجيات دي بتمكنك وموجود زي انها بتديكش فرصة حتى انك تسأل او تغش ورعت السؤال واتنين وخلاص وخلاص ثم انك عندك مجموعة من الفرص وحتاخد افضل النتائج وحتجمعها فدي حتشيل عن الاسرة المصرية عبء الدروس الخصية تماما تماما فالاسرة المصرية عايز ايه اكتر من كده الحاجة التانية وهي المهمة انك انت عايز تدي لابنك افضل الفرص